دكتورة إحنا متخيلين أن كل الناس عارفت السكر وأعراضه وكل الناس عارفت زي بيتم تشخيصه بس في حتى ممكن يبقى مريض سكر وعد عليه أنه ياخد باله أنه مريض سكر السكر من النوع الثاني، مرض السكر من النوع الثاني اللي هو الأكثر شيوعاً اللي عند المرضى البلغين اللي بيعانوا من مرض السمنة أو زيادة دهنيات الدم ممكن يعدي بأعراض بسيطة لمدة سنوات ويجي المريض بالمضاعفات فإحنا عايزين نعمل توعية أن المريض يشخص نفسه بدري أو ينتبه أنه هو عليه التوجه للطبيب المختص للتشخيص وبالذات إذا كان فيه تاريخ مراضي للسكر في الأسرة وبالذات إذا كان فيه سمنة أو فيه دهون أو فيه ارتفاع ضغط الدم كل الحاجات دي بتعمل لنا ألارم إن إحنا لازم نتجه للطبيب المختص على قليل يعمل لنا تحليل السكر الصايم السكر بعد سنوات لو مش حاسس حيبقى بيفكر ما أنا مدام متعايش ومسيطر على مرضي إحنا شايدين نتعدي بدون كده علشان المضاعفات زي برضو المصاب بارتفاع ضغط الدم ممكن يبقى عنده ارتفاع ضغط وما ياخدش بالأخر ويعاد طب أنا عايز أسأل فيما يتعلق بالسكر هل فيه أعراض كده بتنبهني بتقول لي لأ لازم أروح أعمل تحليل للسكر أعراض إحنا الأعراض اللي بتيجي للسكر من النوع الثاني اللي هو البلغين اللي هو العين بيحس بعطش شديد جفاف في الفم يلاقي نفسه بيشرب مياه بكاثرة زيادة عن الأول بيأكل الأكل بكميات كبيرة أو يحصل له فقدان في الوزن بدون ما يكون هو عامل كده مش عامل رجيم ولا حاجة ممكن تيجي بزغلالة في العنين عدم وضوح الرؤية التهابات في الجسم خراريج بعض السيدات بيجي يشتكوا من التهابات في الجهاز التناسولي دي بتدي ألارم إن أنا احتمال يكون عندي السكر وبالذات زي ما قلت إذا كان فيه تاريخ مرة دي للأسرة أو إذا كان العيان عنده سمنة أو بقى لو عدت الأعراض دي وهو ما أخدش باله وما رحش للطبيب المختص هندخل في المضعفات اللي احنا عايزين نتجنبها اللي هي؟ أنا مش عايزة أخاف الناس هو مرض السكر لمضعفات على الجسم كله لأنه بيأثر على الأوعية الدموية فمثلا لو قلنا إن السكر من أكثر الأسباب اللي بتؤدي إلى الفشل الكلوي النظر ممكن نعيان لك قدر الله يفقد نظر سكتات دماغية جلطات في القلب، فشل في القلب، الأوعية الدموية الطرفية والأعصاب الطرفية حضرتك كده خوفتني حضرتك إيش هزي خوفتني على الأقل خمس أيام في الأسبوع مهم جداً إن إحنا نحافظ على وزن جسم معتادل مثالي يعني نحافظ على مؤشر كطة الجسم ديف حد ذاتها لو في مرض السكر هتخليه ما يظهرش أو ما يتطورش يعني إحنا لو لحنا بدري هنمنع حدوث مرض السكر ترجمة نانسي قنقر